بسم الله الرحمن الرحيم أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد ورئيس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة فخامة الرئيس سي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورأساء وأمراء الدولة العربية الشقيقة معالي سيد أحمد أبو الغيت أمين عام جامعة الدولة العربية السيدات والسادة أعضاء الوفود الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي في مستهل كلمتي أن أعبر عن الشكر والامتنان والتقدير للمملكة العربية السعودية لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وتهنئة المملكة العربية السعودية الشقيقة باستضافة القمة الأولى بين الدولة العربية والصين الأخوة والأخوات نعلم جميعا ما يجمع دولنا وشعوبنا من روابط ممتدة عبر التاريخ فدولنا المجتمعة اليوم أسست الحضارة الإنسانية الحديثة التي نعيشها حين ترفقت الحضارات الفرعونية وحضارة بلاد ما بين النهرين وغيرها من حضارات منطقتنا العربية مع الحضارة الصينية القديمة لتمثل شموسا بازغة لترشد الإنسانية في مهدها وتسعيدها على أن تخطو خطواتها الأولى وتقد تعززت الشراكة بين شعوبنا وبلادنا مع نهود الحضارتين العربية والإسلامية فتلاقتها مع الحضارة الصينية العريقة على قاعدة متينة وراسخة من التواصل الإنساني والثقافي والتجاري بما كفل تبادل الأفكار وتلاقي الثقافات فقدمت بلداننا منذ فجل التاريخ إلى العالم مفهوم الدولة الوطنية بكامل أركانيها وتمسكت في سعيها نحو التقدم الحضاري بالتوازن بين الجانبين المادي والروحي للوجود الإنساني ثم خذنا معا في التاريخ الحديث معارك متعددة من أجل التحرر والاستقلال السياسي ومن أجل التنمية وبناء الاقتصاد وما زلنا نعمل على إقرار نظام عالمي أكثر عدالة يتأسس على القيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي وصولا إلى التعاون العربي الصيني المثمر من خلال المنتدى العربي الصيني وآلياته المختلفة الذي يجمعنا اليوم ولقد تأسس التعاون العربي الصيني على تعظيم المفاعة والمصالح المشتركة ومواجهة التحديات التنموية وتعزيز التعاون جنوب جنوب وتقديم أولويات حفظ الأمن والسلم الدوليين وصيانة النظام الدولي المرتكذ على مثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واجهة حلول سياسية سلمية للأزمات الدولية والإقليمية واحترام خصوصية الشعوب وحقها في الاختيار دون وصاية أو تدخلات خارجية ورفض التسييس لقضايا حقوق الإنسان وتعزيز حوار الحضرات وتقارب الثقافات والتعاون في مواجهة تحديات التغير المناخي وتفشي الأوبئة وانتشار أساحة الضمار الشامل ومكافحة خطر الإرهاب والأفكار المتطرفة كلما وجدت وإنما كانت على تلك الأسس يكتسب اجتماعنا اليوم رمزية وأهمية خاصة لا سيما في هذا التوقيت الدقيق الذي يشهد متغيرات دولية وأزمات عالمية متعاقبة تلقي بتحديات بلغة الخطورة فأمام التحديات الجسام ترتفع همية استعاق كافة قدرات التعاون الكامنة بين الأزقاء والأشقاء لا سيما إذا كانت قائمة على أسس صلبة للتفاهم والتنسيق كتلك القائمة بين العالم العربي والصين أصحاب الجلالة والفخامة والسمو العالم من أخطر ما يواجهه العالم بخاصة الدول النامية اليوم وأزمة الغزاء وتبعتها وهو ما يدفعنا لتوصيق الشراكة العربية الصينية في مواجهة هذا التحدي عبر تعزيز أطر التعاون متعدد للأطراف لتطوير الاستجابة الدولية السريعة والفعالة لحاجات الدول النامية والعمل في إطار التعاون جنوب جنوب لتطوير الزراعة والصناعات الغزائية ونقل وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الرأي الحديثة المستدامة ولقد أسقلت هذه الأزمات كذلك كهى الدولين وموزنتها الحكومية وهو ما يتطلب دفع المجتمع الدولي لتخفيف عبئة ديون على الدول التي تعاني من ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والطاقة مع العمل على تعزيز تعاون النظام التجاري متعدد للأطراف القائم على القواعد وعادة سياغة أطر حوكمة الاقتصاد الدولي والمؤسسات المالية الدولية لتكون أكثر عدالة وشفافية فتشمل الجميع ولا تستبعد الدول النامية وتكون أكثر استجابة للتحديات التي تواجهها تلك الدول وأن يعاد تركيز مهمها على تحقيق أداف التنمية المستدامة وفي القلب منها القضاء على الفقر ورغم التحديات العالمية التي أشرته لبعضها والاستخدام الدولي الحاد نجحت الرئاسة المصرية للقمة العالمية للمناخ كابتون تي سيفن في إقناع المجتمع الدولي بالتوصل إلى توافق حول عدد كبير من الأمور الحيوية على رأسها إنشاء صندوق الخسار والأضرار والاتفاق على خطوات جادة لتفعيل وتنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالتمويل إضافة إلى إجراءات التكيف والتخفيف وذلك على نحو المتوازن وأنني أثق في أن تعاوننا جميعاً طوال فترة رئاسة المصرية سواء ثنائياً أو من خلال منتدى التعاون العربي السيني سيكفل تنفيذ التعهدات الدولية الخاصة بالبناء وعلى رأسها تلك المتعلقة بالتمويل من جانب الدول المتقدمة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو لقد تكسدت إيرادتنا في تعزيز التعاون المؤسسي المشترك مع تدشين منتدى التعاون العربي السيني عام 2004 وتبلغ اليوم تلك الإرادة ذرواتها باجتماع القمة العربية الصينية الأولى ولا شك أننا جميعاً لن ندخل جهداً من أجل تعزيز ودعم الشراكات القايمة بيننا وعلى رأسها الشراكة في إطار مبادرات الحزام والطريق والتنمية الدولية وما يتحمله من فرص لتعميق التعاون العربي الصيني وزيادة فرص السسمار في مختلف المجالات وأنني أدعو الجميع اليوم الاعتبار إنعقاد هذه القمة بمثابة علامة انطلاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين العالم العربي والصين حيث أن الصين ورغم كونها بالفعل الشريك التجاري الرئيسي لعدد كبير من دولنا العربية فضلاً عما يجمعنا من تعاون استثماري جوهري إلا أن أفاق التعاون بين بلداننا لا زالت رحبة وبإمكاننا تحقيق المزيد والمزيد في مجالات اقتصادية وتنموية وتكنولوجية عدة وإن أفاق التعاون العربي الصيني وفرص تطويره لا تقتصر فقط على الشق الاقتصادي والتنموي بل تمتد للأفاق السياسية والثقافية فقد كانت السياسات الصينية المتوازنة تجاه مختلف القضايا العربية بشكل عام وتجاه القضية الفلسطينية بشكل خاص ودعم الجانب الصيني للحق الفلسطيني المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية محل تقدير واحترام بالغين في العالم العربي ولقد بدلت الدولة العربية تلك البواقف الصينية المتزنة والدعمة بمواقف مساندة للصين ومتفاهمة لقضاياها وشواغلها وإن هذا التقارب في الرؤى والمنطلقات يشجعنا على المزيد من التنسيق إذا مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الأولوية لكل منها واستنادا على قاعدة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية يمكننا التعاون لبحث سبل معالجة الأزمات في سوريا وليبيا واليمن وغيرها من الملفات وفي مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وإنهاء معاناة الشعوب وإحلال الأمن والسلام وتقديم أوليوات التنمية على الصراع والتنازع الأخوة والأخوات اسمحوا لي أن أعيد التأكيد مرة أخرى على قضية أثق أنها توارقنا جميعا لما تحمله من قيود على التنمية وتفرضه من مخاطر ترقى إلى حد التهديدات الوجودية ألا وهي قضية الأمن المائي العربي وإنني لهذا أدعو إلى وضع هذه المسألة على رأس أولويات تعاوننا المستقبلي لمن منتدى التعاون العربي الصيني وبحث كيفية التعاون لمواجهة هذا التحدي بمختلف الأدوات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية كما أنني أود أن أجدد دعوة للأشقاء في سيوبيا إلى الانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوسط إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن للأجيال الحالية والمستقبلية حقها في التنمية ويجنبها ما يهدد استقرارها وأمنها وسأل مدى وختاماً أقول أنه بهذا التاريخ الفريد الذي تميز به التواصل العربي الصيني الإنساني والحضاري الضافق وبتعدد القواسم المستاركة في الرؤى والمفاهيم وبما يضمه منتدى التعاون العربي الصيني من أليات وبرامج ومقترحات فكل ثقة أن انعقاد قمتنا الحالية سيُعطي دفعة ملموسة للتعاون العربي الصيني بكافة سوري وأننا حين نكتمع مجدداً في المستقبل القريب سنكون قد أنجزنا الكثير وقطعنا أشواطاً إضافية في مسارات التعاون جميعاً وفقنا الله جميعاً لما فيه القير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر